تحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل وهي ذكرى مستوحة من الذكرى المأوية لمنظمة العمل الدولية والمناقشات حول مستقبل العمل التفاصيل في هذا السياق في الثامن والعشرين من نيسان أبريل من كل عام تحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل وتحاول جاهدة لهذا العام تقييم مئة عام من العمل في تحسين السلامة والصحة المهنية والتطلع إلى المستقبل لمواصلة هذه الجهود من خلال التغييرات الرئيسية مثل التكنولوجيا والتنمية المستدامة بما في ذلك تغيير المناخ والتغييرات في تنظيم العمل وتحتفل منظمة العمل الدولية منذ عام 2003 بهذا اليوم العالمي مشددة على الوقاية من الحوادث والأمراض في مكان العمل مستفيدة من قواها التقليدية في العملية الثلاثية بين الحكومات والمنظمات الممثلة للعمال والمنظمات الممثلة لأصحاب العمل والحوار الاجتماعي هذا اليوم هو لزيادة الوعي ولتركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة وعلى كيفية تعزيز وخلق ثقافة الصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة في مكان العمل ويراد بالبعد الوطني لثقافة الصحة والسلامة المهنية تعزيز الحق في توفير بيئة العمل الصحية والآمنة من خلال نظام يحدد الحقوق والمسؤوليات والمهام ويعلي من أولوية مبادئ الوقاية وتقع على الجميع مسؤولية وضع حد للوفيات والإصابات في مكان العمل حيث أن الحكومات مسؤولة عن توفير البنية الهيكلية من القوانين والخدمات الضرورية لضمان استمرار قدرة العمال على العمل كما تقع على العمال مسؤولية العمل بصورة آمنة وحماية أنفسهم وأن لا يعرضون الآخرين أيضا للخطر كما يجب عليهم معرفة حقوقهم والمشاركة في تنفيذ تدابير وقائية ترجمة نانسي قنقر